زيك يا بناي التعملين ايه يا رب كلكم تكونوا بالف خير الفيديو نهارده ان شاء الله هيكون عن حاجتين اول حاجة فيهم ان احنا هنجرب مع بعض منتجات من كاركتر ورأيي فيهم لان رأيي فيهم فيهم حاجات رخمة شوية تاني حاجة هنعمل ميك اوب للبشرة الصمرة واكلمكم عن الدرجات بتاعت اي شادو بتاعت البلاشر بتاعت الروج بتاعت العدسات لو عايز تلبسي عدسات فعلا مهتمة تعرفي التفاصيل دي بتشوفي رأييي في منتجات كاركتر تابعي الفيديو عايزة بس اكلمكم عن التنت اللي انا حطاه لان ده احلى تنت جربته في حياتي لحد دلوقتي انا الركانت بتاع اتود هوس واي تنت عندي لاني مبقتش باستخدم غيره رهيب وعجبني فوق الوصف التنت ده من براند اسمها فظيع اولا كميته كبيرة ده 30 ميلي حجم ازازة فاونديشن والتنت فظيع مش عارفة هل هيبان لكم من هنا لو لا او هيبان يعني الكمية دي على تنت انا مستخدمها كتير فاهمين اولا لونه خرافي لونه هادي ووردي كده جميل جدا جدا ثابت وثابته حلو قوي ودمجه حلو قوي انا ده مجاد الوقتي على بشرة نشفة تماما لسه مرتبتش وشي وبيندمج بمنتهى السهولة حاجة كمان بقى ودي اخدت باني منها لاني اتسألت عليها كتير لما حد بيسألني عن رأي فتنت حطة نوهل بيدخل في المسام ولا لا ده لأ ما بيعملش نقط كده جوه المسام شكله طبيعي قوي 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 تحفة عجبني جدا فطبعا هسيب لكم اللينك بتاع أورجا ناتورال تحت بصندوق الوصف العدسات بقى اللي انا لابساها دي العدسات بتاع تيزيو اللون ده اسمه شاملس هازل ودي بقى من الالوان اللي بتليق جدا على البشرة الصمرة العسليات الأخدرات والجري الغامرات وطبعا ما تبقاش العدسة فتح قوي يعني ما تجيبيش أخدر فتح قوي أو عسلي فتح قوي لا الدرجات اللي هي كده من المتوسطة لأغمى بيبقوا حلوين جدا نبدأ بقى أول حاجة هرتب وشي بالمرطب ده بتاع Fruit of the Earth ده له بالفيتامين E والمرطب ده قلت علينا هو للبشرة الجفة جدا لأنه تقيل جدا وأنا هحتاجه النهاردة تقيل جدا هتعرفوا ليه كمان شوية فأنا فعلا محتاجة أرطب وشي جامد المرتب ده من جروب اسمه Simple Girl Without Makeup هسيب لكم بردو اللينك بتاعهم بتاحت بسندوق الواصل هو بس ريحته سخيفة شوية تحس ان انا بحط حجر جالي كده مش أه وهرطب بتاحت عناية بالكريم بتاع ايفا اللي هو بالwhite pearl أو باللقل والأبيض باخد منه نقطة كده بالزبط وابدا أحبتها تحت عناية أنا اليومين دول لبشرة بمية كويس ولا بنام كويس وبنام الصبح وحالتي مده ورا فأنا بحس ان عناية هنا من جوة باين فيها شوية غمقين كده وهرطب شفافي بالمرطب بتاع نيج أو السليبنج ماسك بتاع نيج لأن ده أتقل حاجة عندي للشفاف وحنحتاجه برضو أنا بعشاءه ده بعشاءه كريم ايفا ده كنت جايبة من كرفور هتلاوه في أي صيدلية أو في كرفور مش عباب 65 جنيبين والمرطب بتاع نيج ده من صفحة You Beauty برضو هاسبلكوا اللينك بتاع تحت هحط دلوقتي البرايمر ده للمسام بتاع كاتريس اللي هو فجار كده ده له اسمه سموذينج ريفاينر كيلز بورس أنا عارفة ان ده ممكن يكون ناقص هو عمتا أنا جايبةه كنت من مزايا من الاستور يعني عادي أو أي مكان بقى فيه ستند كاتريس هتلاقوه مفروض بس هو بيبقى ناقص معرفش ليه مش بتجيب كتير يعني وأنا فعلا ضغط عليه يعني أنا كنت كله مورة بروح بسأل عليه لان هو فعلا جميل جدا 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 للمسام فلو لقيتوه ناقص بجد ومحتاجين حاجة للمسام حلوة ورخيصة ده كان بمية وتلاتين بين يسألوا عليه دايما وهحطه هنا برضو كده الاماكن بتاع الخطوط التعبيرية يمليها شوية مش هبدأ النهاردة بميكاب العين كعلى غير العيدة وهبدأ بالوش على طول أول حاجة معي بقى من كاركتر هو الفاونديشن ده ده اسمه استوديو فوكس ليكويد فاونديشن اكتب عليه من ورا انه هو الفورميلة بتاعته او تركبته بتدي البشرة the ultimate coverage يعني اعلى تغطية و comfort راحة و matte finish يعني finish بتاعه مطفي يعني ده البشرة المختلطة والدهنية المفروض و بيقعد 24 ساعة انه هو بيقلل من مظهر المسام بيخلي شكل البشرة انعم الدرجة اللي معي منه درجة رقم 5 و زي ما انتوا شايفين هي غمق عليها جدا هدمج معي بقى الليكويد هايلايتر ده من كيلي و زي ما انتوا شايفين كده الدرجة بتاعته برونزي فدي هتبقى حلوة جدا للبنات البشرة صامرة الفاونديشن بحيث انه بدل finish بتاعه اصلا مت فلو انا حطيت الليكويد هايلايتر تحتيه الفاونديشن لما تحطه فوقه هيضيع اللمعة يعني مش هتبين فانا ادمجه معي احسن منتجات كاراكتر اللي معي النهاردة من سيستر ستور هسيبلكو اللينك بتاعه طبعا تحت في صندوق الوصف واي منتج انا جايبها اونلاين هسيبلكو اللينك بتاعه طبعا تحت في صندوق الوصف كده اهو عملت الميكس و انا غالبا مش هسمر قوي يعني مش عارفة لسه انا هحاول كمال بالكونتور الكريمي اغمق نفس شوية بس يعني هحاول قبل لوني اغمق انا بحب درجات البشرة الصمرة التان دي جدا جدا ما شاء الله يعني بتبقوا امارات بنات الصمرة ويبقى هدمج الفاونديشن بالسبونج دي برضو من كاراكتر وهمية يعني انتو الفيديوهات اللي فاتت لو لقيتوا معي السبونج اللي بستخدمها اللي هي لونة بينك فدي كانت بتاعت كاراكتر وهمية طرية جدا عايز اقول لكم انا دلوقتي مش بلها اساسا وبستريات ازاي نسيت اخسلها بصراحة بنفسي تابل لها بس عادي جدا هستخدمها كده لان هي اصلا كده حلوة نتكلم بقى عن الفاونديشن شوية الفاونديشن تغطيته فعلا عالية ممكن تبقى اعلى من متوسطة بشوية لكاملة تقريبا فهو فعلا تغطيته حلوة جدا درجاته يمكن مش عارفة حاسةها غريبة شوية يعني دي خمسة انا كنت مش عارفة ليه حاسة ان خمسة دي دايما بتبقى قريبة من لون درجتي بس زي ما انتو شايفين ممكن تكون اغمق مني مسلا درقتين كان المفروض اجيب ثلاثة تقريبا نفسي ما بهدلش الطرحة في مرة نفسي في حياتي ما بهدلش الطرحة الله على اللون الله على اللون طحفة زي ما انتو شايفين تغطية الفاونديشن عالية فعلا ودي طبقة واحدة وانا دم جاب السبونج بس محتاجتش ان انا استخدم قبليه يعني فرشة عشان مسلا اعدي التغطية بتاعته او حاجة شكله نيعم جدا على البشرة المسام انا كده كده دلوقتي حتى البرايمير بتاع المسام بس هو حتى في العادي من غير البرايمير مش بيظهر شكل المسام السباك بتاع الفاونديشن فعلا عالي بيقعد مدة طويلة جدا من غير ما يتحرك شكله بيبقى خطير على البشرة بيبقى شكله حلو جدا الحاكتين بقى اللي انا مستورباهم قوي في الفاونديشن ده الفاونديشن ده عايز بشرة دهنية قوي 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 لانه بيشد البشرة بطريقة مش طوعية وبتبقى حاسة انك حط فاونديشن يعني انا بحبش الاحساس ده ابدا يعني انا عندي ممكن مميزات الفاونديشن كلها الغيها ما يبقىش ليها اي لتلاثين نازمة طول ما انا حاسة بالفاونديشن انهو على وشي او شادد وشي ده انا يوم ما حطيته حرفيا كنت كل شوية قاعد اشادت في وشي كده عشان افك من بعض فهو عايز بشرة دهنية قوي 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 لان حتى المرة اللي فاتت والله انا وانا بحط الميكب وبعد ما خلصت رشيت مثلا بتاع 3 مرات ميت ورد ومع ذلك بفضل طول اليوم شادد وشي بطريقة مش طبيعية تاني نقطة ودي انا مش قادرة افهمها يعني اغلب الفاونديشن ممكن يبقى شكلها على الطبيعة مثلا مش حل ممكن بس بتطلع في التصوير حلوة جدا يعني يقولك استخدمي الفاونديشن ده للتصوير ده العكس ده شكله كان على الطبيعة حلو قوي وشي كان فيلتر اجي اتصور الصورة بتطلع فيها حاجات مش باينة في وشي المسام باينة لحد زوري جوه كل حاجة وشي كان بيبقى شكله غريب قوي في الصورة فانا مش فهمة ده ليه فانا بسألكو بقى لو حد جرب الفاونديشن ده يقوللي في التصوير كان عامل معا ايه يا فاكرة انا يومها كنت عند ماما وعمل اسأل شاهده وماما كل شوية جماعة انتم شايفين وشي في الحقيقة يعني شايفين المنظر ايه رأيكو يقولولي وشك ناعم مرفوش حاجة قالوا انت ببصوا الصورة يستغربوا يقولولي لا انت وشك كده مش في الحقيقة فانا من رأيي الشخصي مع تجربتي انا معاه الفاونديشن ده انا مشتري وش تاني لو انت مش فارل معاك فكرة التصوير او لو التصوير ده حصل معانا بس ما حصلش محد تاني مش مشكلة لو شد الوش ده زي ما قلتكو هو عايز البشرة ضهونية جدا فممكن يبقى مناس بمحد تاني لان هو تغطيته حلوه شكله حلوه قوي على البشرة في الحقيقة سابت جدا بعد كده هستخدم الكنسيلر برضو من كاركتر الدرجة اللي معي رقم اثنين ودي درجتها من غير فاونديشن بتبقى تقريبا نفس لون بشرتي بالزبط زي ما انتو شايفين بصوا غمقه خدوا بالكم الفاونديشن غمق علي وهي يدوب افتح منه حاجة بسيطة فبرضو درجات الكنسيلر غريبة يعني دي كده لون بشرتي واللي قبلها لها رقم واحد على طول معرفش بقى لون هيبقى عامل ازاي فدي برضو حاجة مش حابها قوي انا في الفاونديشن الكنسيلر درجاتهم عجيبة بس دلوقتي بما ان الفاونديشن غمق فالكنسيلر مناسب جدا معي هسيب الكنسيلر كده شوية يمسك نفسه ولا حاجة وهامل كنتور كريمي النهاردة هستخدم البالت دي بتاعة ايفون اسمها الدرجة اللي معي اللي هي اسمها رادييت ان كنتور فيها درجتين باودر دي المفروض ان هي هايلايتر بس هي تعتبر باودر وفيها شوية جيليتر كده ودرجة كنتور باودر بس دي معلوني انا دلوقتي مش هتنفعني دي تقريبا لون بشريتي دلوقتي ودرجتين كريمي انا هستخدم الدرجة اللي تحت دي وهستخدمها بالسبونج انا اول مرة اجرب الكنتور يا لهوي الكنتور الكريمي من البالت دي هيبقى غمق قوي شكله يلا اوكي شكرا اخفيفه خالص بقى هو كريمي جدا مبدئين كريمي جدا دي حاجة لطيفة قوي انا بقى اخفف ايدي قوي لان انا مش عارف ايه انا عملته في نفسي هبدأ تاني اخفف السبونج كده عشان ادمج على ما فيه بقى لاني مش عايزة ازود لون تاني انا بحب الكنتور الكريمي ادمجه على طول بالسبونج بحس ان هو بيبقى مجهود اقل يعني وبيبقى شكله برضو كده حلوين لو في حاجة غلط هنبقى نزبطها بعدين هياخد بقى الناحية التانية من السبونج وهبدأ ادمج الكنسيلر الكنسيلر تغطيته متوسطة حلو وضطيف ان هو يبقى حاجة يومية لو عندك هلات هيبقى تغطيته بالنسبة لك خفيفة هستخدم دلوقتي بلاشر كريمي من روزبيري ده درجة بيم لونها كده بينك كشمير بس غامق ودي بقى درجات البلاشر اللي انا عايزة اكلمكم عليها لما نيجي كمان للدرجات الفاودر هقول لكم الدرجات مش عارف اين ده بينها لكم ايه بس بصوا هي بينك مطفي غامق فكرة بقى مش بتبقى فايه الالوان اللي تليق على البشرة الصمرة الفكرة بتبقى في الدرجات البشرة الصمرة كمان زي ما قلت في الدرجات مثلا ليه زي النود بتختاري النود الغامق بتروحي للنود الغامق شوية والدرجات الفقعة على فكرة برضو من الحاجات اللي بتحبها قوي البشرة الغامقه الورانج الفوشيا الهوت بينك الحاجات دي بتليق جدا بس طبعا كل حاجة بقى ليها مكانها مناسبتها هاخد تاني بقى كده نقطة من الهايلايتر الكريمي بتاع كيلي زي ما انتم شفتو بقى برضو في الهايلايتر نفس الكلام كل ما درجة بشرتك نفسها بتغمق انت بتغمق درجة الهايلايتر شوية يعني بشرة فتحة حينفع معاها اللون اللي هو بيبقى ابيض اللي هو اللقلقي بينكات الفتحة الشامبين الفاتح شامبين الفاتح بيبقى زي دهبي بس فتح قوي او فتح شوية يعني الدرجة المتوسطة بينفعها من اول الشامبين ده للجلد المتوسط البينك الاغمق شوية الالوان اللي هي على سيمون والبشرة السامرة بقى بتليق عليها الجلد الغامق البرونزي الالوان دي يعني وبينفعها برضو لو الشامبين ده درجته غمق شوية او الالوان اللي هي على سيمون يعني الفكرة كلها ان انت بتختاري بس الدرجة القريبة من لون بشرتك انتبقاش فتح قوي فيبان ان في خط هنا كده باين عليكي نفس الكلام العكس لو البشرة بيده متحطيش حاجة غمقه قوي لانك لما تيجي تبصي هتلاقي برضو ضير صاصي كده اللي هي الرفلكشن او الانعكاس بتاع الاضاءة باين كده خلصت البشرة كل الحاجات الكريمي نثبت بقى باودر صديقة البشرة السامرة هي اللوز باودر البانانا زي مثلا دي اللوز باودر بتاع تريفيلوشن الدرجة اللي هي البانانا عيشي بقى في الدرجة الصفراء حاولي على قد ما تقدري متقربيش من ناحية اللوز باودر الشفافة اللي بيبقى لونها ابيض لانها هتبين عليكي حتى لو هي شفافة على البشرة السامرة هتبين هتديكي كده ضيق ابيض تحت العين او في الوش فهي اما تجيبي درجة ملونة وتبقى قريبة من لون بشرتك يعني تحت العين بقى هتجيبيها لونها بيج بس افتح من لون بشرتك شوية عايزة تتجنبي كل الهم ده هاتي اللوز باودر البانانا في بقى دي مثلا بتاعت ريبلوشن في بتاعت توب فيس اللي انا لسه مجربوها قريب في بتاعت اماندا الدرجة اللي رقم خمسة تقريبا اسمها بانانا ويبقى بقى لونها على البشرة الصامرة الطحفة وبتدي تنوير رهيب بصوا هايزة اوليكو حاجة بصوا الهولدر بتاع الفرش ده عجبني قوي 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 لما جالي لما وصابني كنت حاسة ان هو صغير قوي مش هيشي الحاجة شايل طاقم 30 فرشة والشوعين ودي اهي كانت هنا كده فشايل يعني لسه في مكان هنا اهو لفرشة تانية ولا حاجة فحلو جدا عجبني اول لو عايزينه ده موجود عند جروب مونا اسمه مونا كوين ستور هاخد دلوقتي البالت دي من بينفت البالت اللي اسمها بينك سكوود فهجرب الاول هولا لو منافعتش هجرب الدرجة اللي تحت دي اغمع منها شوية حاسة هنا كده تحت الكنتور مش نضيف فهياخد كده من اللوس باودر انا عارفة ان انا درجتي دلوقتي مش صمرة صمرة بس تعتبر من التان سكن كاني اغدة تان كده بس يمشي عليها القواعد اللي انا بقولها دي وطبعا القواعد دي بقى انت بتاخدي بالك منها حسب لون بشرتك يعني انت ممكن تبي اغمع من كده فزي مثلا دلوقتي الهولا برونزر نفع معي ممكن انت لو انت اصمر من كده بشوية كمان ما يبنش او يبقى لونه خفيف فتحتاجي مثلا حاجة درجتها اغمع البلاشر بقى زي ما قلت بيليه عليها قوي الالوان يا الغمقه يا الفقعه شوية فان هنا معي النهاردة البالت بتاعت الكاركتر بتاعت البلاشر دي درجة رقم واحد دي كده الوانها اللونين دول يدوا قوي على البشرة الصمرة ده فائع اه بس لما يتاخد بيت خفيفة كده ويتحط على بشرة بس البشرة الصمرة قوي اكتر يعني بيبقى حلو جدا والدرجة دي كمان هتبقى فضيعة انا هحاول احط لكم صور كده وانا بتتكلم عن الحاجات اللي انا بقول لكم عليها يعني زي امثلة للالوان فعشان تاخدوا بالكو اكتر يعني اخد انا بقى دلوقتي الدرجة اللي في النص دي من البالت البالت بقى دي حلوة جدا جدا الالوان قوي وسبتة كمان فحلوة جدا ايجي بقى للهايلايتر هستخدم النهاردة الهايلايتر بتاع الكاركتر اللي هو اسمه الدرجة اللي معي دي رقم اثنين ده لونها جولد ودي الدرجة المتوسطة تقريبا ما في منه تلات درجات بقى يعني مثلا عشان اديكم مثال دي مثلا البالت بتاعت ايجير الهايلايتر فيها اربع درجات كده درجة دي زي ما انتو شايفين بصوا جولد مسفر فدي هتمشي مع البشرة من المتوسطة للصمرة نفس الكلام الدرجتين دول بقى شايفين لونه عامل ازاي وده برونزي للبشرة الصمرة بقى جدا المهم بقى نيجي دلوقتي ليهايلايتر بتاع الكاركتر زي ما انتو شايفين فضيعة 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 يعني قوي قوي وثابت ولونه جميل وزارات الجليتر اللي فيه عشان اللي يسأل رفيع جدا نعمة جدا مش تشونكي او مش حتة كبيرة كده بقى تفضل تلمع كده في الوش لا خالص جميل بجد الهايلايتر ده عظيم الفونديشن بدأ يشد بشرتي وبقى مدايقني هرش بشرتي دلوقتي قبل ما ابدأ في العين بمية الورد او بقى اي فكسنج سبري يعني وقبال بقى ما وش ينشف شوية هاخد صبونة الحواجب ده بتاع تيو كانبي وهرش الفرشة برضو بمية الورد عشان اصبت حواجب وانا جيت تاني بعد ما خلصت خلص العين ده لاني برضو كنت بكتشف انا هعمل ايه يعني انا كنت عارفة الالوان اللي انا عايزة عاملها بس كنت عارفة هعمل ايه بالزبط اطعالوا بقى نعمل العين دي مع بعض اخر حاجة عملتها معايكو ان انا حطيت صبون الحواجب وخلص كده طبعا هي نشفت هستخدم دلوقتي جل الحواجب بتاع بير ريني الدرجة اللي هي رقم اثنين براون ده لون هكده من جوا وبعدين زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ما بقيتش بحدد حواجبي من فوق انا بقيت بمشي بالجنب كده مع شكل الرسمة دي اللي انا صرحت بيه حواجبي هنضف تحت حواجبي بالعجلة بتاع الكريولان الدرجة اللي هي السي هاخد الدرجة دي بتاع الفاونديشن عشان برضو تبقى قريبة من لون البشرة مستخدمش كونسيلر فاتح قوي فيبقى ابيض قوي تحت العين او تحت الحاجب ومن نفس اللون هبطن جفني كله هسابت طبعا باللوس بودر بتاع ريفوليوشن للعيشة دي بقى النهاردة هنستخدم البالت دي من كاركتر اسمها بلاسا او ليها رقم اهو رقم اثنين مهم بقى جماعة طبعا فيها مراية كبيرة هي زي العسل والوانها خطيرة رهيبة دي الالوان بتاع تلعيشها ده للبشرة الصمرة زي ما قلت على البلاشر وعلى هيلائتر وكله الفكرة كلها مش الوان ايه اللي تليق الدماء الدرجات يعني مسلا لو بنت بشرتها فتحة جدا وعملها مسلا لوك بينك انت بشرتك صمرة ما تخديش نفس الدرجات اللي هي استخدمتها على العينكي لان هي هتبقى يا اما فتحة قوي مش هتبان اصلا يا اما هيبقى لونها غريبة على بشرتك استخدمي الدرجات الاغمة اللي في الاخر تديكي نفس النتيجة بس على لون بشرتك بمعنى ايه يعني مسلا لو انا الوقتي بنت بشرتي بيدا ممكن استخدم اللون البينك ده الفاتح ده كلون انتقالي على كسرة العين لو انا جيت استخدمته مش هيبان علي اصلا ممكن تستخدم اللون ده مثلا كلون انتقالي اللي هو بيبقى هنا عند كسرة او عند عظمة العين انا مثلا على بشرته انا ميبانش ده تقريبا قريب قوي من لون جفني انا نفسه فهيبكى اني بسبب به الكنسيلر برضو ده مش هيبان علي عينيها هيبقى تقريبا برضو لون الكنسيلر او يمكن افتح كمان فلو انت مثلا بشرتك متوسطة يبقى تاخدي الدرجة اللي هي دي لو انت بشرتك سامرة ممكن برضو الدرجة دي ما تلاقيش معاكي تحتاجي درجة اغمى منها تستخدميها كلون انتقالي فهي الفكرة كلها في الدرجات انا النهاردة مثلا عملت اللوك ده كده اللي هو على بنك نوعا ما مش هستخدم مثلا الدرجة اللي فوق دي ولا دي انا هتعمل دلوقتي ان بشرتك سامرة اغمى من اللي انا عاملية كمان دلوقتي فالالوان اللي هروح لها الاغمى الدرجة اللي زي دي والدرجة اللي هي دي والدرجة اللي هي دي هيخطفوش الدمجة عادية الكاميرا فصلت وانا بوليكو اللمسة الاولى للاي شادو بقولكو قد ايه هو بيجمنت بصوا من لمسة شايفين انا مكنش متوقع لوني انا هو يطلع بينك اوي كده اصلا البالت دي رهيبة تجنن هاتوها ويش البيجمنت بتاعها فعلا مرعب والوانها جميلة جدا ودمجها تحفى مهم بقى ايه قبل ما الكاميرا تبسل تانى نكمل اخدت اللون البين كده وحطيته على كسرة العين كده وزي ما انتو شايفين هنا انا بخلي الاي شادو على شكل دائري مش باسحبه على بره ولا بتاعه باجي هنا بره بعملها بشكل دائري عشان ما يتسحبش على فوق اليومين دول كده وانا قاعدة بعمل سرش على الميكب بتاع البشرة الصمرة وبتاع انا كان عندي فكرة الدرجات انا عارفة ان هي الفكرة كلها في الدرجات مش في ايه الالوان اللي بتليق على البشرة الصمرة بس برضه قلت اشوف لوكات كده ميكب اشوف ايه اللي بيتعامل يعني اغلب اللوكات اللي شفتها كانت لوكات على برونزي البنيات الحاجات دي الاجانب بقى اللوكات اللي بيعملوها اليوتيوبرز بس بعد اللي هم بشرتهم اصلا سمرة وسمرة قوي بيطلعوا بقى طبعا بيعملوا اللوكات المجنونة الاغدرات والاصفرات والازرقات كل حاجة بس زي ما بقولكو الدرجات اللي بيستخدموها هي اللي بتليق على لون بشرتهم بره هنا كده وبرده بحركات دائرية بحاول اطلع اللون شوية بره مسحة العين كده شايفين اللون نعمل ازاي فضيع بعد كده هاخد اللون ده بفرش الدمج بس اصغر شوية لان احنا طبعا كل ما بنغمى اللون كل ما بنصغر الفرشة عشان اللون يتحط في مكان اصغر وما يدريش على اللون اللي احنا حطونا فوق فياخد ده و هركزه عند كسرة العين هنا جوه البيجمنت يا جماعة البيجمنت مش طبيعي و الالوان زي ما بيقوله vibrant يعني فقعة بينة و هنا بره كده في الجزء الخارجي من العين و هدمج برده بشكل دائري هرجع تعيني بالفرشة الاولانية و هدمج الحروف كده على خفيف هاخد بعد كده اللون ده بفرشة اصغر و هركزه بقى هنا كده عند الربع الخارجي من العين ده هرجع تاني باول فرشة خالص و هدمج تاني الاطراف هاخد دلوقتي العجلة تاني بتاعت كريولان و هاخد برضو الدرجة اللي هي اصلا درجة فاونديشن هنا على فرشة كونسيلر و هبدأ احط كونسيلر هنا كده بطريقة شوائية شوية في النص الاولين من العين تحت كده و هدين ارفع عينيه فوق عشان يطبع عشان اعرف اعمل شايفين طبعا ازاي النص دايرة دي ولا اللي انا عايزيه بس كده وبطرف سبعي في الجزء ده ادمج الكنسيلر مع الايشاد شوية هاخد دلوقتي اغمق لون استخدمناه هنا و هحطه كده هنا في النص برضو عشان ما يبقاش فيه فرق نيجي بقى للالوان الشمر عايز اقول لكم البالت دي صديقة جدا للبشرة الصمرة لان كل الدرجات اللي فيها تقريبا غمقه وتنفع مع البشرة الصمرة هاخد بقى اللون ده والله ما عارفه ويعتبر ايه فمش عارفه اش رحلكوا لونه ده كده لونه بيجمنت برضو وهمي والالوان الشمر زبدة حرفيا انا اخدته بالصبع الغلط اوكي مش اخده احطه بالصبع ده بصور لون يجنن هارجع تاني بقى اغمق لون استخدمناه وهبدأ احطه امويه كده رايح جاي شوية بحيس ما يبقاش فيه خط صريح بين ما بين اللون الشمر واللون المات ده انا الاول وانا بعمل اللوك هنا كنت هاسيبه اللوك كده يعني كنت هاسيبه باللون ده عاجبني اوي برضو الالوان كده بس مش عارفه لقيت نفسي بغيره قبل ما اكمل بقى عايزة اتكلمكو برضو عن الالوان الشمر في البشرة الصمرة فمثلا انتي برضو عايزة تعملي لوك بوني مثلا وعايزة تحطي هنا اللون اللي جوه لون الشامبين او اللون الجولد ما تختريش افتح درجة في اللون الدهبي خدي درجة متوسطة او غمقه هتعملي اللون مثلا بينك زي اللي انا عملاده الدرجة البينك انا شايفينها هنا مناسبة ازاي مع لون البشرة مش باين ان هي بيضة مثلا يعني مثلا هنا في البالت دي بتاعت مورفي جاكلين هيل فيها مثلا فوق هنا تلات درجات شايفين اللي اختلاف ما بينهم اللون ده اصلا باين على الكاميرا تحسوه ابيض اللون ده هيبقى حلو جدا على بشرة بيضة لكن الالوان دي تنفع بقى للبشرة الصمرة اكتر نفس الكلامة هي الوان الجولد اللي بقولك عليها الدرجتين دول يعتبروا جولد فاتح تبصوا على قدية انا عامل ازاي يبان ان هو ابيض اساسا وهكذا يعني فهمتوا قصدي من فكرة الدرجات بعد كده بقى رحت اخد لون اسود انا عارفة ان هنا يبان كاني حطى لون موف بس هيدي الفكرة اخدت لون اسود دي البالت بتاعت جيوسي بيوتي اصلا كلها وهمية بيجمينت برضو يجنم والاسود بتاعها فحم فهياخد كده على فورشة صغيرة خالص الاسود بالراحة وربانه يستر وبدأت كده اطاب طاب هنا كده الاول وجيت هنا عند الخط اللي بيدمج ما بين اللون الشمر بالمات وحطيت الاسود ده وبعدين بالفورشة الصغيرة خالص اللي حطيت بها اغمق لون وبدأت ادمج الاطراف ومن اللون الاسود هبدأ امشي كده شوية على خط الرموش هياخد تاني اللون ده اللي هو اغمق لون وهبدأ احطه فوق الاسود لان انا مش عايزة اللون يبان اسود اسود يعني انا عايزة بصوه وحوله الموف كده شوية هاخد الكحل بتاع روزبري اسود كحل في التاريخ بصوه وناعم بطريقة رهيبة لانك بتحطي جين لينر جوه العين مش كحل هياخد كده الفورشة الصغيرة اللي انا اصلا كنت بحط بها الاسود وهحاول ادمج الكحل من بره بس على خفيف كده وبسرعة لان اصلا الكحل ده بينشف بسرعة جدا هياخد تاني بالفورشة الصغيرة وباغمق لون استخدمناه وهدمج الاسود وما خافش بقى ان انا ننزل تحت اوي لان انا اصلا عايزة يبقى كده سموكي وهحاول اطلع اللون اربطه بفوق برده شوية بعد كده هياخد تاني فورشة دمج اللي هيحطانه بها اللون المتوسط وهاخد بيه اللون المتوسط ده برده وهبدأ قدمج بقى على تحت كده على مكان واسع لحد جوه هياخد بعد كده الجيل لينر بتاع السيجما وهرسم البوز ده اللي في الاول هياخد دلوقتي مسكرة اسنس يو باتر وورك وسريعا كده بس هحط المسكرة نيجي بقى للرموش هستخدم اللاشبوك ده لسه جايلي من عند يلا شو بينج طبعا هسيبلكو اللينك بتاع تحفظ صندوق الوصف في 14 رمش وعايز اقولكو ب150 جنيه تقريبا ففظيع الحاجة الوحيدة بس مشكلة بالنسبالي انا ان هو في نصهم تقريبا سبعة منهم مثلا رموش طويلة قوي فعايزين عيون بس مساحتها اكبر شوية مني عشان يليق معيهم المهم ان انا خدت الستايل ده رقمها هنا رقم 6 زي ما انتو شايفين كده قصيرة من الناحيتين وكثيفة وطويلة من النص نيجي بقى للروج معي درقتين من ارواش كاركتر سانو عملكو صوات شزليهم احزن ده رقم 17 ده كده لونه رقم 3 اللي هي دي قبل اي حاجة هحددت شفايفي الاول بالقلم ده من MN رقم 11 لونه بني الروج بقى للبشرة الصمرة برضو هحابل احطه الكسورة هنا كده للدرجات اللي بتليق مع البشرة الصمرة الدرجات دي مثلا درجة منهم ممكن تبين نود على البشرة الصمرة يعني لون اللحمي او اللون قريب من لون بشرتها ازا كان بقى على بينك ولا بوني اللون ده لو انا مثلا حطيته هيبقى غامق عليها لو بنت بيضة حطيته هيبقى غامق جدا عليها فمثلا ما تشوفيش لون نود على بنت لونها متوسط وتجيبيه على اساس ان هو في الاخر عليكي هيطلع نفس الدرجة لا هيطلع عليكي افتح فانت تجيب الدرجة الاغمى من اللي هي مستخدميه عشان تليق على لون بشرتك الدرجتين دول مثلا ينفعوا الاتنين لبشرة صمرة عايز اقولكو بقى على تركاية كده عبيطة جدا في الروج بالذات استخدمي اي درجة انت عايزها فتحة متوسطة غامق اللي انت عايزها ولو لقيتها فتحة على شفايفك مش لايق عليكي استخدمي الليب لينر على طول لونه بوني او اغمق شوية من درجة الروج على حدود شفايفك وممكن تدخلي بالليب لينر جوه شوية لشفايفك وتدمجيه كده ولما تحط اللون الفاتح في النص مش هيبان انه غريب الفكرة كلها ان شفايفك نفسها متحددة بلون اغمق ومدموجة مع اللون الافتح فهيدي شكل حلو جدا واللون الفاتح مش هيبقى فتحها ليكي اوي نجي بقى للروج بتاع كراكتر هستخدم دلوقتي الدرجة زي ما قلت لكم رقم ثلاثة هما اليوم اسامية رقم ثلاثة اسمها روعة رأيي بقى في الروج بتاع كراكتر اولا الروج بينشف الشفايف جدا الفورملا بتاعته جفة اوي يقام دلوقتي هو مسافة ما نشف حسام الجوه بدأ يشد شفايفي كده نشف جدا عشان كده محتاج ترطبي شفايفك قبله كويس اوي تاني عيب في ان هو بيغمق جدا جدا يعني بعد ما مو حطه كده ده هيغمق كمان مش عارفة هل باين هنا ولا لا سواء هيغمق عن كده كمان شايفين فرق الدرجة يعني مثلا الارواج الخشب بتاعت كراكتر بتغمق برضو بس مش بتغمق قوي زي ده بيغمق قوي فانا عجبني قوي الارواج الخشب بتاعت كراكتر اكتر من الليكود ده بكتير وده كده يا بنات الفاينال لوك يارب الليك يكون عجبكو ويارب شوية المعلومات اللي قلتهلكو عن الدرجات اللي تستخدمها البشرة الصمرة تكون فاداتكو شوية انا عارفة ان الفاونديشن مش عارفة لي انا حسن الليوتي كده كاني لوني العادي مش مطلعني صمرة يعني فلو عايزيني اعمل ميك اوب لبشرة اغمق من كده او اغمق نفسي اكتر من كده ونجرب الوان تانية بقى على برونزات بتاع قلولي تحت في الكومنتات وحنعملوه وي بس كده الفيديو يكون خلص رب الفيديو يكون اعجبكو لو اعجبكو متنسوش تعملو لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش ودوسو عالجرس الصغير اللي جان كلمة سبسكرايب عشان يجيلكو اول ما نازل اي فيديو جديد ومتنسوش تعملوه فرقة انستجرام ونشوفك الفيديو الجان شاء الله باي باي